ازايكو عاملين ايا رب تكونوا بخير اهلا بكم في فيديو جديد من حكايات بناية فيديو النهاردة هنتكلم عن السكاكين جاب لكم كزا نوع من السكاكين اللي جبتون في الجهاز هنشوف كل حاجة اي مزاتها و اي عبها بس قبل ما نبدأ الفيديو بليز عملوا لايك للفيديو كمان اللي بيشوفني الاول مرة يشارك في القناة بفعل الجرس ويلا بنا نبدأ ده اول طوامي معينا هو من مركز مهوم المركز دي سيني بس نشوف طمعي قبل كده فاطم والتوابل و جاب منها كزا حاجتها راية وشيك وعملية وحلوة زي ما نشاف انه اربع سكاكين السليح بتاع السكينة بيبقى مشرشر الحلوة في السكينة انه يقول لها قطع واحدة استلس اللون الموفلين شايفينه ده لون بس كده مدهونة به ما هوش يعني حاجة موصولة او ليد القطع الوحدة لا هيقول لها قطع على بعضها اي انا هعملها لانها سكاكين فاكها مثلا ان انا ابقى سايبها برضو لستعمل خفيف او لو فيديوف او حاجة علشان الحاجة ما بتستعملها كتير برضو لونها بانتفي فانعايز احافز عليها ايه تفضل محافزة يعني على لونها وعلى لمعتها ده كان طعم بحوالي خمسة وتسعين او ميت جنيه من ثلاث سنين مش عارف دلوقتي يكون بكم ايه داية اني طعمه المفروض ان الطعم ده يكون الطعم الاساسي بتاعي اللي هو بيبقى المفروض يعني تكون احطى قدامك على الرخيمة علشان ده اللي بتستخدمي طول الوقت ايه هو من المستورد بتاعه الاندلس بس هو صيني هو طالع منه دلوقتي برضو ايه التركي هو احلى حاجة فيه لونه ان هو لونه حلو كده لونه بنك ايه والقاعدة بتاعته استلس وفيها من تحت كده بلاستيك وفيها حاجات كده تسبتها على الرخيمة ايه ومنه قدام الجزء الشفاف ده اكريلك بيبقى شكله حلو ايه يعني هو عامة كشكل يعني ايه طحفة ايه سكينة بقى زي ما انتم شايفينها كده ايه لونها برضو بنك انا عايز اقول لكم بس مبدايا كده ان هي مش سراميق هي ايه استلس او معدن يعني عامة بس مدهون اللون ده ايه ودي من الحاجات اللي مش حلوة فيها تاني هي مش حلوة فيها برضو ان هي موصولة يعني اليد مش قطع واحدة مع السكينة ايه هي قطع كده اليد ممكن تنفصل ايه طبعا ما لسه اخدام الخفيف او الاستخدام الكويس الحد ما ايه هتكمل معايا بس صبعا دي سكينة ما تعش كتير يعني ايه فعلا ما بنصحش بيها بصراحة ما بنصحش بالحاجة اللي هي تكون ممكن تنفصل عن السلاح بتاعها ايه هي اديها كده شبه الجلد يعني زي ما بقول لكم هي كشكل حلو جدا ايه وشكلها شيك و ايه اللونها حلو وكل حاجة ايه بس دي مش هتكفيك يعني دي مسلا ايه قطع واحدة وتقيلة تقيلة كتير عنها ايه لكن ايه ايه التانية البنك دي وانا مسكها خفيفة جدا لو شاقضين بالكم كانت تقيلة كده ايه لكن دي خفيفة ايه فانا كنت بتراحز علينا ان هي مش طلعت نوعها زي ما انا متخيلها في دلوقتي حاجات استندات حلوة جدا ايه وبتبقى متينة كده والسكينة كلها قطع واحدة اليد والسلاح ايه قطع واحدة استلس ايه يا دي ايه خمس كاكين اللي انتو شفتوها والكبيرة دي ايه ومعايا كمان واحدة صغيرة اللي هي بتقشر بها الفكهة ايه ودي شباه الكبيرة بس على رفاية شوية او طويلة شوية ايه يعني لو كده بغدين بالكم هتلاقيوا ان دي عريضة كده شوية لكن دي رفاية او طويلة ايه والمهمة الحلوة اللي فيهم بقى اللي تعتقد بدك تكون موجودة في الطمي بتاك السكينة دي اللي بتقطع بها مسلا ايه التورتة او الكيك او العيش وتفتح بها الفينو بتبقى حلوة جدا وبتسهل عليك كتير ايه هي القطعة بطاعتها حلوة وكل حاجة ايه بس كخيمة يعني ايه مش هتحيش كتير وعايزة استعمال ايه خفيف ايه وهتحتاج ان دين تتحفز عليها ايه بس دي انا كنت اجابها برضو من فترة طويلة الحياة مش فاكرة سعرها كان ما كانتش يعني غالية زي دلوقتي ايه بس مش فاكرة كانت كان بصراحة ايه بصوا دول باقي دول اهم حياة عندي انا هنا بفيت موما ما بستعملش غير حاجات شبه كده والانا ما مش متعودة غير على كده يعني مهما يكون فيه سكاكين ما بعرفش استخدم جردول حتى ما بروح عند اخوتي مش بعرف امسك سكينة ايه او تحكم فيها كويس غير السكاكين اللي شبه كده ايه بس اللي عنده موما يعني يمكن يكونوا مختلفين شوية بس دولك انا عارب حاجة اليوم عارفين في كمان سكينة كده اسمها سكينة برازيلي ايه بتبقى صغيرة كده ولونها اكوح لي فيها خطين كده هحاول احط لكم اسراليها دي حلوة جدا انا بحبها بردو وهجب منها لسه ايه بصوا انا لحد السكاكين اللي فات دي كنت خلاص اكتفيت وكنت حتى السكينة البنك اللي ما كنتش عاجبني دي ما كنتش هجيب بقى سكاكين اللي انا فعلا ايه كنتش شايف عنده الكفاية يعني ايه بس الطعم اللي قدامكم اللي انا عارو لكم ده ده طعم جايلي هدية ايه جايلي من الشركة كنت جيت طالبة من ام اردر من يعني ايه من شركة اسمها او القاهرة المبيعات كنت كايبة دي فالشركة دي سياسية انها بتنزل مع كل منتج على حسب سعره هدية ايه ومناسبة للسعر بتاعه فكان في الهداء اللي نزلتلي ايه ان انا اخطار منها يعني كان طعم سكاكين فانا ما لقيت بصراحة الطعم ده حلو جدا وعجبني فاخترته وقلت خلاص ان هيخد ده علشان ما اضطرش ان انا اشتري طعم تاني يعني ايه اللي انا عايزة اقوله بس يعني ان انا فعلا كنت خلاص اكتفيت باللطم التانية ولولا ان الطعم ده الجايلي هدية ايه ما كنتش هجيب تاني وكنت خلاص هيعض نفسي باللنا جبتهم ايه ايا كان ينكفوني وقت ما يكفوني ولما يبوزوا هبقى اجيب غيرهم ايه بس لما لقيت ان ده كان هدية يعني ويجبتهم لان انا فعلا كنت محتاجة يعني ايه بس سهية دي فكرته كلها فعلا مش بشكة عندي تجيبوا حاجات كتير انا عندي تجيبي طعمي واحد بس او السكاكين الصغيرة دي معي وخلاص على كده ايه بيكون مفدين جدا وهم دول اللي هينفعوكي ايه وانا عن نفسي كان دول هستخدمهم طول الوقت ايه طعم زي ما انت شايفين عنه بصراحة مش عارفة هو نوعه ايه هو مكتوب عليه حاجات كده كتيرة بلغات كتيرة ايه مش معروف اللغة وبالزبط ايه بس هو بصراحة حلو جدا هو موجود على فكرة عندهم انا حاول اجيب لكم السعر بتاعه في حدود مسلا من تلتميت جنيه او كان عليه خاصمة او حاجة زي كده ايه وموجود هم بيبعوه اصلا على الصيد بتاعهم ايه زي ما قلتلكم وهو مكتوب كده عليه لغات كتير وحاجات كتيرة كده بس عامتا هو قطم كويس ايه في السكينة الكبيرة دي بتاعت اللحوم اللي بعدها دي بتاعت العيش والتورتة والكيك وبعد كده بتاعت السلطة وبعدين بتاعت الفكهة والاشراء بتاعتهم ايه هو كمان جاي مع الكتالوج كده فيه جميع انواع السكاكين بتاعتهم ايه بصراحة عندهم كمية السكاكين حلوة قوي وكل السكاكين دي برضو موجودة على معظم هياني موجودة على الصيد بتاع القاهرة المبيعات او كايروسيلز ممكن تطلبها من عندهم ده الكتالوج بتاع الفريزر كنت شايلة معاهم المهم بقى لان اشرارة حلوة جدا جدا ايه الخاميتها حلوة قوي وعليها طبقة زي الجلد كده ايه علشان ان انت بي متمكنة منها وانت مسكيها دي السكينة الصغيرة اللي هي المفروض بتاعت الفكهة بتاعت بها فكهة ايه حلوة وشايفين بقى هنا واضحة جدا انها قطعة واحدة ايه اللي عليها ده بس زي ايه لون كده وعليه زي طبقة ايه اه سيلكون خفيفة او جلد خفيفة هي ملمس الجلد كده يعني اه لكن هي مش بتنفاصل ولا اي حاجة هي كل السكينة زي ما تشايفينها كده القطعة واحدة هي دي السكينة القويسة اللي انت المفروض تجيبها تجيب السكينة القطعة واحدة زي ما انتم شايفينها كده علشان ما تفكش وتنفاصل من بعضها اه وبقي استكاكين زي ما انتم شايفينهم كده انا بصراحة مش بحب تجيب اللي هي الشنطة بتاعت سكاكين عشان بيكون فيها حاجات كتير وحاجات مقررة كده اه مش بحبها بصراحة وبحس برضو ان فيها حاجات الايدين بتاعتها اه بتبقى مش كلها يعني وكده اه وما بحبش برضو الحاجات اللي هي كبيرة اوبر لان انا بخاف استخدم سكينة كبيرة اه بس فانا جبت دول وزي ما بقول لك هتي واحدة بس كويسة في حاجات طلعة حلوة جدا دلوقتي وعلى استندات ومتينة وكل حاجة اه لو عايزة تجيب السكينة سراميك هديها بس تتأكد ان هي سراميك مش تجيبيها معدن ومدهونة لون زي اللي انا جبتها كده اه لان البنك دي لو انا بجيب دلوقتي وقابلتني انا مش هجيبها خالص ولا كنت افكر فيها اه ده كان الفيديو يارب يكون عجبك وتكونوا استفدتم منه وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو كمان تقولوا لعيكو في الكومنتيات واشتركوا في القناة وفعالوا الجرس واستنوني بكرة فيديو جديد ان شاء الله باي باي